يقول لك الله ليس فوق عرشه الله ليس في جهة ليس فوقنا لأنه ليس جسما كما يقول بعض الناس سنسمع بإذن الله فعالى ونعلق لأن المسألة من أخطر مسائل العقيدة يا قوم اتبعوا المرسلين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذا أحد العاضي الذين ينشغلون أكثر وقتهم في مواعب وكذا ويدخل فيها حديث ضعيفة ومصائب وأفكار نسوية وما شبه ذلك لكن الآن صار يتكلم في العقيدة صراحة ويظهر عقيدته التي كانت ظاهرة لنا مخفية عن بعض الذين لا يعرفون مسائل العقيد يقول وبعد المعلومة في غاية الأهمية قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات الله مش في السمى بذاته سبحانه وتعالى لأن السمى بناء ربنا يقول أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواه يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء لأن السماء بناء أهذا قول يقوله عاقل أو مسلم؟ ألا يعرف أن المسلمين إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى في السماء فيعنون أنه على عرشه لأن عرشه فوق السماء السابعة؟ ألا يفهم ذلك أم يريد أن يغالط المسلمين؟ فانظروا ماذا يقول علماء المسلمين في هذه المسألة قال إسماعيل بن يحيى المزني رحمة الله عليه عن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه في مجده بذاته وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور وهو الجواد الغفور إلى آخر ما قال قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها المعضون الأولون من أئمة الهدى المزني هذا هو من أهم تلاميذ الإمام الشافعي وهو من علماء أهل السنة والجماعة وينقل لك عن الماضين من علماء أهل السنة أنهم يعتقدون أن الله عال على عرشه في مجده بذاته ويقول في موضع آخر ينقل عنه الذهبي أنه قال لا يصح لأحد توحيد لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته فمنكر أن الله على العرش لا يصح توحيده ومنكر صفات الله لا يصح توحيده فهذه التي جاء بها هذا المتكلم مصيبة في العقيدة كبيرة جدا ويقول الإمام بن خزيمة رحمة الله عليه من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر وابن خزيمة رحمه الله تعالى هو تلميذ تلاميذ الشافعي والذي كان يسمى بإمام الآئمة متوفى عام 311 وهو تلميذ للإمام البخاري كذلك وهو من آئمة المسلمين الكبار ولما قال هذا الحكم ما عارضه عليه أحد فهل هذا الشخص سيأتينا بكلام أهل العلم الذي استطاعه هو أن يأتي بعبارة للطحاوي من رسالة اسمها العقيدة الطحاوية في هذه الرسالة إشكالات عديدة ولعلي أنا كتبت مقالة فيها ولعلي أعمل حلقة عنها لأن الجهمية دائما يستشدون بها فجاء إلى هذه العبارة التي قالها الطحاوي هنا هذا كتاب العقيدة الطحاوية الذي زعم كاتبه أنها عقيدة أهل السنة والجماعة قال في المسألة الثامنة والثلاثين وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات والسؤال هل الجهة تحوي أم يشار بها هل يمكن لجهة اليمين أن تحوي كيف ستحوي كيف ستحوي شيئا لا يمكن للجهات أن تحوي الجهات أنت تشير إلى شيء فتقول هو في جهتي عندما تشير إليه فالجهة لا تحوي الجهة ليست كائنا ماديا يحوي العبارة كلها غلط ولو نظرت إلى العبارة هنا في الصفحة المقابلة هذه يقول محيط بكل شيء وفوقه فأثبت الفوقية لله سبحانه وتعالى هذه يحرفونها ولا يقبلون بها ويأتون إلى العبارة التي لا معنى لها فيعتبرونها من العبارات المحكمة فهل يستطيعوا أن يأتينا بشيء من القرآن أو السنة أو كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام أئمة المسلمين حقا يثبت ما قاله؟ اسمع كيف سيثبت كلامه؟ السماء دا شيء محدث جديد حادث طب هو قبل ما السماء تدخلئ كان ربنا فين؟ هذا كالذي يقول لك هذه الكتب ليست ملكك يا محمد بن شمس الدين فأقول له لا هي هذه كتب فيقول له قبل أن تطبع الكتب هل كانت ملكك؟ أقول له أنت لا تتكلم بكلام العقلاء ويبدو أنك تعيش في عالم موازي وتفكر بطريقة لا يفكر بها أحد من العالمين أنت جاهل يا من تقول هذا الكلام فإذا كانت الكتب قبل أن تطبع أساسا ليست ملكي هذا لا يعني أنها ليست ملكي الآن ما مصدر هذه الأفكار اللامعقولة والتي لا توافق فطر وعقول البشر الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتعقلوا القرآن؟ اسمعوا مصدر كلامه ومن أين جاء به الشيخ اللي هيعلمك ده كله أبوك الروحي اللي هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى وأنا أوصي حضرتكم بسماعة دكتور يسري رشدي جبر رجل لما بتسمعه بيوصلك إلى الله أبوك الروحي وشيخة يسري جبر ما أوصلك إلى الله بل أفسد عقيدتك بالله من خلال هذا الكرام الفاسد الذي تقوله والذي لا معنى له عند المؤمنين نعود إلى كلامه في هذا الباب الله موجود عقيدة أهل السنة موجود لا في مكان هل هذه عقيدة أهل السنة؟ لا السؤال هل هي عقيدة مسلمين أساسا؟ يقول الإمام الدشتي رحمة الله عليه في الصفحة الخامسة والسبعون فمن مذهب أصحاب الحديث الذين هم أهل السنة وأئمة المسلمين وعلماؤهم يعتقدون ويشهدون أن من قال ليس لله تعالى حد يعني بذلك أن الله في كل مكان أو ليس هو على العرش استوى كما تقرر في قلوب العامة أو ليس سبحانه شخص ولا شيء أو ليس لله جهة ولا مكان فقد ارتد عن دين الإسلام ولحق بالمشركين وكفر بالله وبآياته وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقول خصومنا علوا كبيرا فهذه عقيدة أهل السنة وليست عقيدتهم نفي أن الله سبحانه وتعالى على عرشه والقول بأنه ليس في مكان الله ليس كمثله شيء فلا تشبه نفسك بالله سبحانه وتعالى والكرسي الذي أنت تجرس عليه لا يحوي الكرسي لا يحويك ولا يقال إن الكرسي حوال إنسان إنما نعم تحويك الغرفة والله سبحانه وتعالى ليس في غرفة الله فوق عرشه ولا تقارن الله بنفسه وبالتالي لما تسمع إن الله في السماء مش معنى الله بذاته إنما ربنا يقول أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور رب السماوات هو في السماء لا فيدي ظرف المكان ده مش معنى الله بذاته معنى أأمنتم من في السماء سلطانه من في لا يا الرجل طيب الله لماذا لم يقل أأمنتم من في السماء سلطانه لماذا قال من في السماء لو قلت لك الذي في الغرفة الأخرى سيقول كذا هل معنى كلامي هل فهم هل يستطيع أحد من كلامي أن يفهم أن من في الغرفة الأخرى أقصد به نفسي بحسب تحريفاتهم لكتاب الله من في الغرفة الأخرى أغراضه يعني أقصد نفسي من في الغرفة الأخرى أغراضه سيقول كذا عندما قلت من في الغرفة الأخرى لم يفهم أحد من المؤمنين ولا من العقلاء ولا من العرب ولا من أي جنس من من كائنات خلق الله سبحانه وتعالى يفهم الخطابة لم يفهم أحد منهم أنني أقصد نفسي إلا الجهمية يمكن عندهم أن أقصد نفسي فأقول من في الغرفة الأخرى يعني من في الغرفة الأخرى أغراضه وأقصدني هذا كلام فاسد أأمنتم من في السماء ما قال من في السماء سلطانه ثم الله سبحانه وتعالى سلطانه في السماء وفي الأرض وليس فقط في السماء فإذا كنت تعبد إلها سلطانه في السماء خاصة فأنت تعبد إلها غير الذي نعرف فإلهنا سلطانه في السماء وفي الأرض فحتى تحريفك هذا تحريفا فاسدا ويسيء إلى الله سبحانه وتعالى من في السماء ملكه من في السماء ملكه ملكه في السماء وفي الأرض كل الخلائق ملك لله سواء كانت في الأرض أو في السماء طينا تحريف آخر بل كيكون أحسن من في السماء أمره لا أمره في السماء وفي الأرض الله إذا أمر أمرا في الأرض أو في السماء فأمره في السماء وفي الأرض وجاء في حديث أمرك في الأرض كما أمرك في السماء أو أمرك في السماء كما أمرك في الأرض ثم الله سبحانه وتعالى قال آمنتم من في السماء أمره أم سلطانه سلطانه أم ملكه ملكه أم أمره رسيلك على بر نحن نعرف الله في السماوات فلما حرفتم احترتم أي تحريف تختارون نعم الله سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الأرض فإذا سلطانه في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان وأمره في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان وهو فوق عرشه كما أخبر عن نفسه ويقول في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله نعم الله سبحانه وتعالى في السماء إله وفي الأرض إله وهو فوق عرشه وفي الأرض هو الإله وفي السماء هو الإله وهو فوق عرشه فإذا سلطانه في السماء وفي الأرض وملكه في السماء وفي الأرض وأمره في السماء وفي الأرض لأنه هو الذي في الأرض إله فلا إله لأهل الأرض غيره ولا إله لأهل السماء غيره وهو على عرشه فهو ربنا قوة السماء ولا قوة الأرض إذا كان إلها في الأرض هل يحتاج أن يكون في الأرض حتى يكون إلها لها؟ إذا كان هذا فهمك فأنت تنزع ألوهية الله سبحانه وتعالى عن أهل الأرض الله قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فإذا قلت إنه يجب أن يكون في الأرض حتى يكون إلها لأهل الأرض فأنت تنزع عنه ألوهيته وإن قلت إنه لا يحتاج أن يكون موجودا هو في الأرض حتى يكون في الأرض إله أي إلها لأهل الأرض فما وجه استشهادك بهذه الآية لهنا ولهنا ليس هناك مكان يسعى الله لأن ربنا مش قسم يقول ليس هناك مكان يسع الله لأن الله ليس بجسم ما قصده بأن الله ليس بجسم الأشياء التي لها وجود حقيقي تكون في أمثنة إذا وجد الشيء وحده لا شيء معه الله كان ولا شيء معه فلا يمكن أن يقال إنه في مكان ليش لأن ما في شيء معه لكن وجد شيء عندما وجد شيء آخر خلقه الله سبحانه وتعالى فإما أنه خلقه فوقه أو تحته أو يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه فهو خلق الخلق تحته سبحانه وتعالى استوى على العرش العرش إذن تحت الله سبحانه وتعالى والله فوق العرش فإذا قلت إن الله ليس في جهة من العرش فإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك هو عبارة عن فكرة ليش لأن الفكرة لا مكان له لو قلت مثلا الخير الخير معنى من المعاني فكرة من الأفكار هل يمكن أن تقول الخير هنا فوق ولا تحت ليمين ولا يسار لا يمكن ليش لأن الخير هو عبارة عن فكرة الله بالنسبة لهم صيروه وكأنه فكرة لا وجود له على الحقيقة وهذا من الإلحاب الذي جعل الدشتي وآئمة أهل السنة يقولون هذا الكلام فيهم خدت بالك ده تأويل أولنا الفي دي إنه مش فيه ظرف مكان عشان كده بعض أصدقان يقول لك لا في السماء هو قال في السماء استنى وإحنا اتفقنا أي حاجة تشتبه عليك تشبه ربنا بالمخلوقين محتاج تأوي لا نحن عندما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه لا نؤمن بشبهه بالمخلوقين لو نظرنا حتى إلى الموجودات الكتاب فوق الطاولة والكوب فوق الطاولة الكتاب هل يشبه الكوب؟ لا إذا قلت إنه اشترك معه بمعنى أنه على الطاولة هذا لا يعني أنه يشبهه من كل جهة فهذا على الطاولة هنا وهذا على الطاولة هنا وهذا كوب وهذا كتاب والكتاب لا يشبه الكوب وإذا أردت مجرد الوصف بأنه على الطاولة يعني أن الكوب مشابه للكتاب فأنت خرجت عن أن تكون من ضمن العقلاء فإذا قلت لا هو يشبه من حيثية أنه يمكن أن يوصف بأنه فوق لا ليس بفوق فهذا ينفي كل شيء عن الله سبحانه وتعالى يعني الله عالم والبشر فيه من يعلم البشر يتصفون بالعلم والله يتصف بالعلم لكن علم الله ليس كعلم البشر الله يرى والمخلوقات من البشر والدواب يرون هذا لا يعني أن رؤية الله كرؤية البشر ولا كرؤية الدواب حاشا فإذا كان هذا معنى التشابه عندك فأنت تعبد شيئا معدوما لأن العدم فقط هو الذي ينتفي عنه ما تزعمون أنه تشابه الصفات مدفعة لأهل السنة فأي بعض أصدقائي يقولون أنه حديث صح مسلم لما سيدنا النبي سأل الجارية عشان يعرف مؤمنة ولا لا قال يا جارية أين الله فأشارت إلى السماء شوف هو حرف الحديث سأريكم إياه من صحيح الإمام المسلم بعد أن نسمع كلامه كيف حرفه لا تنتبه ماذا يقول فأشارت إلى السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة ما أشارتش للكعبة الأصنام ولا أشارت لبقرة أنها بتعبد البقرة ولا لحجرة أنها بتعبد الوثن ولا لبني أدمين أشارت إلى السماء جهة العلوم إذا لم يكن الله في السماء لماذا أشارت إلى السماء ولماذا لم تقول ما أشارتش للسماء أنها تعبد الشمس والقمر ما أشارت للكعبة دليل أنها لا تعبد الأصنام إذن ما أشارت للسماء لأنها لا تعبد الكواكب مثلا لا، هي أشارت، هي أشارت، لا، هي قالت فقال لها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله فمسلم في روايته يقول قالت لماذا هذا غيرها؟ لماذا؟ ما السبب؟ يجهل الحديث إذن لا يحق له يتكلم يعلم الحديث إذن هو يتعمد التزوير نسمع وإحنا لما بنقول يا رب مش بنبقى بصين ربنا اللي فوق بحيث أن ربنا في الاتجاه ده فبيبدأ جسمه من الاتجاه ده ومش جسم ليس جسما عشان يبقى في الاتجاه ده أنت إذا رفعت يديك فترفعها إلى السماء ولا تعتقدوا أن الله في السماء لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك ولك أنه شيء حقيقي أما المؤمنون فيرفعون أيديهم باتجاه العلو وقلوبهم تعلم أن ربهم فوقهم وقولك إنه ليس بجسم نعم ليس بجسم ولكنه فوق ولكنه شيء حقيقي وشيء حقيقي إما فوق أو يمي أو يسار أو أمام أو خلف أو تحت فأينه هو فوق قال الله عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم طيب فيبقى اللي في الكرة الأرضية تحت أو يبص للسماء يبقى في أنه يتجاه بقى ربنا إنما السماء قبلة الدعاء اللي في الكرة الأرضية من الجهة الثانية إذا أراد أن يشير إلى السماء أين يشير؟ يعني لنفترض هذه الكرة الأرضية واحد هنا سيشير إلى السماء هكذا اللي من الجهة الثانية بالنسبة له لأنه لو أشار هكذا سيشير إلى مركز الأرض فيشير هكذا فوقه فالسماء فوقه لا يشير إلى جهة غير جهة العلو والله فوق السماء الله على عرش فوق السماء السابعة وليست اتجاه ربنا وسيدنا النبي لما صعد في المعراج ما كانش ربنا كل اللي بعمله ده أخطأ شوف الآن سيأتي بطامة من أكبر الطوام والله من الطوام التي تدلك على أن فعلا الجهمية مشكلتهم ليست فقط في مخالفاتهم الدينية والعقدية لا حتى العقل عندهم إشكال فيه اسمع العقيدة اسمها التشبيه جات من فكرة أن الله في السماء كأنه فضل يصعد النبي يصعد يصعد فكان قاب قوسين أو أدنى يا جماعة دي اسمها قرب مكانة وليست قرب مكان ما أعرفش من ربنا كأن ربنا هنا فوق السماء تخلص السماء السبعة ويبدأ بقى ربنا لا يقول أن في المعراج الاقتراب هنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى يقول هذا قرب مكانه النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء ليقترب من الله قرب مكانه قرب مكانه طيب بعد ما نزل نزلت مكانته يعني صعد إلى السماء صارت مكانته عالية نزل من السماء إلى الأرض صارت مكانته متبنية طيب أرواح الشهداء في السماء فأرواح الشهداء أعلى مكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض ثم كيف يقترب منه قرب مكانه يعني مكانته صارت تقترب من مكانة الله سبحانه وتعالى النبي في المعراج عليه الصلاة والسلام كانت مكانته تقترب من مكانة الله أنت تدرك ما تقول أنت تدرك عظم الكلام الشركي الذي تقوله ثم قاب قوسين فكان قاب قوسين أو أدنى قاب القوسين هذا وحدة قياس مثل ما نقول اليوم نصف متر قاب قوس متر قاب قوسين هل يمكن أن تقول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين مكانة الله متر هل هذا يقوله عاقل لكن ذا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله قريب من الله سبحانه وتعالى وبينه وبينه متر هذا كلام معقول أنت تتكلم عن قرب لكن قرب مكانة بين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة الله متر هذه لا يقولها عاقل فانظر كيف أنهم أثنوا عقولهم ليصلوا إلى هذا التجهم الذي يدعون إليه ثم انتبه إلى مسألة فوق السمى تخلص السمى السبعة ويبدأ بقى رب الله ليس لا بل نعم ومن الكتب ومن الأحاديث هناك ما ترون في سنن بن ماجه رحمة الله عليه ورواه أيضا أبو داود وغيره وكثير من أهل العلم انظر إلى هذا الحديث العظيم عن العباس بن عبد المطلبي قال كنت بالبطحاء في عصابة يعني مجموعة رجال وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال كم ترون بينكم وبين السماء قالوا لا ندري قال فإن بينكم وبينها إما واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عدى سبع سماوات يعود سبع سماوات من الأدنى إلى الأعلى ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال هم ملائكة على شكل أوعال بين أضلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعهل وهذا الحديث وإن كان محققون يقولون عن الشيخ الألباني تضعيفه لكن صححه ابن خزيمة الإمام العلمي إمام الأئمة كما كان يسمى أمام الأئمة في زماني والحاكم النيسابوري والذهبي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم والضياء المقدسي كذلك صحح هذا الحديث وهو حديث صحيح فانظر الفرق بين أهل الحديث الذي يأتونك بالمعلومة من الحديث وبين أهل الكلام الذين يأتونك بالمعلومة من صف بعض الكلمات الفاسدة فكلمة الإمام الطحاوي عقيدة أهل السنة لا تحويه الجهات الست لا ربنا في الجنب ولا في الجنب ولا فوق ولا تحت وين ولا فوق متأكد ولا فوق عندما تنتكس الفقرة يصبح الفوق هكذا ولا تحت ولا فوق ولا أدام ولا وراء يعني صار فوق هيك وهيك الله موجود لا في مكان وقد بينا فساد هذه العقيدة وبيننا عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى على عرشه زي ما واحد يقول لك ربنا نزل لأن الله لو حل في مكان دي أكبر بدأ على عقيدة اسمها الحلول والاتحاد زي ما واحد يقول لك ربنا نزل بأجوة إنسان اسمه الحلول فالله لا يحل في أي مخلوق سواء كان إنسان أو في السماوات وقلنا إن عقيدة المسلمين عندما يقولون الله في السماء أي عليها كما تقول السفينة في البحر هي ليست غواصة هي سفينة ليست داخل البحر لكن أنت تقول في البحر نقول لك أين أنت تقول في مكة أنت ليست غائصا داخل مكة ولكن أنت على أرض مكة فهذا الاستخدام العربي لكلمة في في السماء على السماء لأنه قال الرحمن على العرش استوى من في السماء ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى فالله في السماء ملكه وليست ذات الله إلي في السماء تعرف أن هذا الكلام فيه نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء وفي كل مكان ملكه فكل شيء ملك لله سبحانه وتعالى فنعوذ بالله من هذه العقائب الخبيثة ونسأل الله سبحانه وتعالى اللزوم عقيدة أهل السنة والجماعة وأنصحكم أن ترجعوا لتعرفوا عقيدة أئمة المسلمين من السلف الصالح رحمة الله عليهم وتقرأوا في إجماع المسلمين على هذه المسألة وتقرأوا كلام سعيد بن عامل ضبعي حيث قال الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى قد أجمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شيء تسمعون كلام إسحاق بن راهوية رحمة الله عليه الذي قال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض لن أطيل عليكم بالقراءة فالإجماعات كثيرة على مر الأصور أهل الإسلام رحمة الله عليهم ينقلون لك إجماع أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فهذا قول عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم هذا ليس قولا بالحلول كما يزعم هذا الإنسان فإجماع الأمة على أنه لا يحل في هذه المخلوقات وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه فاتبع قول الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر لأن الله عز وجل في السماء على العرش فوق سبع سماواته ولا تتبع قول من خالف الإسلام خالف دين الإسلام أكبر المخالفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون